موسيقى مساء الخير كأنه عراف المدينة كأنه ملاكها الحارس وشيطانها الرجيم في آن يصعد إلى خشبته ليشهد لنا وعلينا يصوب نحونا مرآة شديدة الصراحة يكشف العيوب والذنوب أمام الملأ يسقط الأقنعة بلا مراوغة أو لف ودوران علنا نرى الحقيقة عارية مجردة ينتزع منا الضحكة والتصفيق معا لكنه في الوقت عينه يثير فينا الأسئلة وعلامات الاستفهام فيكتسب مسرحه بعده الإنساني العميق لأنه بعد أن يضحكنا يبكينا ويحردنا على حك الدماغ الحكواتي العطيق جرب السينما وتلفزيون لكنه ظل أكثر التصاقا بالمسرح وبخشبته التي تحمله ويحملها كصليب الباحثين عن كوة خلاص مثل ما ظل محتفظا بوسامته ورشاقته وكاريزماه حتى حين اشتعل الرأس شيبا وشاخت بعض الأحلام نفتح له باب بيت القصيد عسانا نعثر وإياه على بيت القصيد في مسرحيته الجديدة وحشة ونعرج على بعض مفاصل تجربته الغنية المتسعة لكثير من العطاءات أرحب بالفنان القضير الأستاذ رفيق علي أحمد أهلا وسهلا فيك أهلا فيك استعزائي بدي بلش من عنوان المسرحي الجديد لو سمحت لي وحشة ليه؟ أول شي بدي أتشكرك على هذه المقدمة وكمان أنا استفزيتني لأطرح سؤال أنه هل أنا كل ما تفضلت به؟ يعني إن شاء الله يكون شي جزء من اللي كانت أنا أولا هذا رأيي يعني مش مجرد انتباع هذا رأيي دائما أقول المؤدمة هي نوع من أهل وسهلة بس اللي عم أقوله أكتر من أهل وسهلة يعني هذا رأيي من خلال متابعتي لكل تقريبا تجربتك المسرحية أزعم أني عندي خبرة صار بمسرح رفي علي أحمد وبعتقد أنه مش بس مسرح بسلينا مسرح كمان بثير فينا أسئلة وعلمات استفهام على كل شكرا جزيلا على هذه المقدمة وهذا الكلام يعني هذا بخفف الوحشة اللي عايشينا بالحياة عايشنا شخصيا بالحياة واللي حوالت أني طلع على المسرح أنا حوالت بهذه المسرحية أنه قدم مثل ما تفضلت شيء من واقع الحال اللي عم نعيشه بما أنه أنا مسرحي عادة بلا ملمو من هنا وهناك من الطرقات من الأفكار والمعاني المرمية من الشخصيات اللي عليهم غابرة على قول الجاحف على قول الجاحف فلما كان أنا آخر شيء بكتب العنوان فوقت اللي كان بدي نعي عنوان متل لما بيخلق ولد صغير يعني كتير بيتلبكوا مرات الأهل وبصيروا يسحبوا وراء وهكذا فعلت أنا وزوجتي وابنتي صرنا نكتب على نسحب وراء بالقرعة يعني بالقرعة آخر شيء أنه صرت نعي أسماء يبدو أنه أنا بسأل كمان الجيل جديد فكان ما تروح اسم وحشة وحشة بما تعنيه من الإنسان المستوحش الذي يعيش لوحده فآخر شيء أنه نقيت باسم اسمين فكان أنه بنتي كانت من الجيل الجديد وفوجئت قالت لي أنه أفضل الأسماء وحشة لأنه بتدل على معاني هذه المسرحية والوحشة التي يعيش فيها الإنسان في هذا البلد وفي العالم العربي والإنسان المعاصر عموما اليوم يمكن أن يشعر بعراء هذا الكوكب بس المهم مسرحيتك الجديدة حكاية متشرد رجل متشرد تعرض لخياني يعني زوجية ولكن على ما يبدو أنه متشرد مثقف يعني بيحكي الكلام اللي بقوله مش متشرد عادي مش أي متسول أي حدا على قارعة الطريق واضح أنه كأنه حكاية رجل مثقف أدا هي حكايتك واحد وأدا هي مستمد من حكاية متشرد يعني أستاذ جامعي معروف انتهى به الحال على رصيف الجامعة الأمريكية ببيروت هلأ نحن عندنا بالعالم العربي أنه في الخجل والحياء أنه الناس ما بيعدوا يعني ما يسمى لكلوشار المتشرد بأوروبا غير المتشرد عندنا عندنا المتشرد فورا منقول أنه هذا شحد معطر يعني درويش حالته المادية إلى حد ما بس أنه أنا فكرت بأولا كانت هذه الشخصية مستوحات من المتشرد كان يعيش بشارع بلاس مقابل الجامعة الأمريكية أستاذ علي العبدالله أستاذ علي العبدالله يحكى وكان كمان ينسج حوله أنه هو أستاذ جامعي ويتكلم ثلاث لغات فوقت اللي توفى في ليلة باردة يعني برد كتير شديد وحطوا عنه ريبورتاج على التلفزيون نحتير لفتلي النظري هذا الرجل وفيه شخصية تانية واحد يشرب كثيرا عنه بالنبطية بالنبطية اسمه محمد بجنوب لبنان ولكن لأنه يكثر من الشرب فعادة الإسلام ما كتير بيشربه والمسيحيين بيشربوا أكتر فلقبوا وصاروا ينادوا أبو ميشيل سبقتني بالسؤال أنه أبو ميشيل ولكن ليس بالضرورة أنه يرمز إلى شخص مسيح الديانة رغم أنه اسمه أبو ميشيل يعني ممكن يكون مسلم ممكن يكون مسيحي ممكن يكون أي حدن أي انتماء لا هوي على كل حال المتشرد في النبطية مش متشرده بس كان سكير سكير وكان اسمه محمد فالناس هي لقبته أبو ميشيل على أساس نحن مجتمع متنوع ومعروف يعني فيه بنعرف عادات بعضنا كإسلام وكمسيحية مش غرب عن بعض فكانت المسرحية مستوحدة من هاتين الشخصيتين هلأ هو مثقف طبيعي جدا لأنه كان عندي شي بدي أقوله نعم وإجمالا أنا بكل مسرحياتي وأنت تعلم بيكون فيها شي من كمشاعر لما بيكتب أصيدة مثل الرسام فيه هو موجود بهذه الأصيدة عنده حكايات فيه مشاعر معين يعني فيه آراء أنا بدي أقولها ولكن بدي المهنة والحرفة تدخل وبتجمع كل هذه الأفكار بتلملمها من هنا وهناك وبتشتغل الحرفة لتعمل شخصية معينة لتقول من خلالها أفكار وآراء ومواضيع وقضايا اجتماعية بتقدمها للناس سيد رفيق كتب الكثير عن مسرحيتك الجديدة وحشي معظم الكتابات كانت يعني مرحبة فيه احتفاء بعودتك إلى المسرح بعد غياب كم سنة بس الأستاذ عباس بيضون الشاعر المعروف بجريد السفير اعتبر أنه هذا المسرح فقط للتسلي يعني أنه رفيق علي أحمد مسلواتي هل رغم أنه أنت بالمسرحية عم تقترب من ثالوث محرم يعني عم تحكي بثلاث عنوين ثلاث مواضيع شائكة الدين الجنس السياسي ما بدي ناقش مقالة الأستاذ عباس بيضون لأنه يعني أنا بيحترمه بجله وشاعر كبير إنما لا بس ناقشني أنه هل مسرحك هو فقط مسرح للتسلي أم أبعد من ذلك طيب ما هي هون عتبة أنا أنه حرم يكتب مقال يؤمن بالحوار مين هو اللي قال أنه أنا ممكن كتير اختلف أنا وياك بالرأي لكن أنه أنا على استعداد أني موت من أجل أنت تقول رأيك أنا ما حبيت بالشاعر الكبير عباس بيضون أنه يكتب أنا بيقبل كل اللي بين كتب بيقبل كل النقل بتقول لي أنا شغيل مسرح بيشتغل بالمسرح بس حدا يقول أنه سلواتي أو هذا موجود منه بكل ضائعة أو 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 وآخر شي بيقول ولا شيء غير هذا كيف يسمح لنفسه أنه لماذا يعني أقفى الباب النقاش مع أنه بيقول يعني عفوا أنا أنا ما بدي لا بس بقول مسرح رفيق علي أحمد مسرح رفيق علي أحمد أزعم أنا هذا العبد المتواضع أنا شغيل مسرح ولكن أزعم أني أضفت نقطة أو أضفت حجر بالبناء الثقافي اللي عم يتهدم الثقافي العربي في هذه الأيام اللي عم يتهدم حجر وراء حجر أزعم أني أنا لأ حطيت لبن جديد بالبنيان عنا موجود الحكواتي في ظواهر مسرحية للممثل واحد تاريخنا المسرحي ما عنا تراث مسرحي العرب ما عملوا تراث مسرحي في عنا الحكواتي هنا وخيال الظل هناك وحتى هذه المونودرام وقت اللي بيعملوها بالعالم العربي بيعملوها يوم أو يومين إجا حداً اسمه رفيق علي أحمد حول هذه الظاهرة إلى مسرح بيستمر أشهر أشهر ما هو هذه القصة أنه مسرح فني يعني أنا بمسرحيتي مثلاً مرات بيكون عندي 120-130 بروجيكتور أنا عندي سينوغرافي إذا بدك فيه بناء للنص المسرحي فيه بناء للشخصية فعلى مستوى الفني باعتراف النقاد والمثقفين أنه هيدا فن رائع إلى جانب أنه فن جماهيري بتجي الناس ما ياخدوا من الحكواتي ومناخدوا من الشارع ومن مسرح البولفار يعني أنا برأيي أنه ومش غلط يكون مسرح مسلي شو طبعاً يعني التسلي أنه لا يوصل يعني لا تقدر تسلي الناس كمان يعني مش أي حدا بيقدر يسلي الناس أي حدا بيقدر يعوضهم أي فن لا يسلي الناس ولا يمتعن ولا يحدث عندهم انفعال هو فن ناقص أنا مش عم بعمل خطاب سياسي بكل أنواع الفنون وتحديداً في المسرح حتى بالغنى إذا ما انطرب الإنسان وملعبت له على الوجدان وعلى حسيسه يعني بيكون فن غير مكتمد المتعة أمر أساسي بالمسرح إلى جانب الأفكار التانية يعني المتعة هي اللي بتخليك تمرق الأفكار اللي بدك تقولها يعني الهدف ليس فقط التسلي يعني التسلي مطلوبة ضرورية ولكن ليس فقط الهدف يعني من مسرحك أنك تسلي الناس أبداً ولا يوم من الأيام كان عندي هدف أني أنا سلي الناس شو الهدف؟ ولا يوم من الأيام أنا عملت مسرحية من مفهوم تجاري ولا يوم من الأيام كنت أنا منظم وقلت والله سنتجيه على الموسم بدي أعمل مسرحية أنا مثل الشاعر سبع سنين أو ست سنين سكتت ما كان عندي شي يقوله وقت اللي بتطلع المسرحية مثل الفران بدي أفتح الفرن حطه للمنقوشة بالفرن من هون أنه أنا وإذا بدك أكتر يعني أنا بعمل المسرحية إلي مثل أي فنان بيكتب لنفسه بالدرجة الأولى بحب المسرح ما أغراني أي نوع من أنواع الفنون أو أسلوب من أساليب الفنون رغم أنك يعني خضوا تجربة السينما والتلفزيون ولكن المسرح هو منعبك الأساس شغل في الأساسي أنا بكتب مسرحية لمتعة الشخصية وبطلع على المسرح بدون يعني أنت تعلم بدون يعني ما بعرف أعمل ماركتنج ما بعرف سواء مسرحيتي أنا الناس تسمع بيجوا بيحضروا المسرحية وبتكون بعزة بقولي تقابت ما بقى أبدي مثل بوقت مثل ما حصل بهذه المسرحية يعني لازم روح أخذ مسرح تاني هلأ وقدم مسرحيتي في مكان آخر ما بقى أبدي مفترض بعد أيام تعرض مسرحيتك يعني تلعبها ليلتين بمسرح كازينو لبنان كازينو لبنان ليومين بستة وسبعة أذار متمنى يعني مشاهدين المشاف والمسرحية شوفوها لأن تستحق أكيد بدي أحكي يعني أكتر عن العمل الجديد وعن بعض مشاركاتك التلفزيونية اللي شفناها بالفترة الأخيرة ولكن نسمح لنا نتوقف مع استراحة سريعة ثم نتابع بيط القصيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مشاهدينا الكرام بكل أنحاء العالم صفحتنا على الفيسبوك بعنوان بيط القصيد نتمنى تنضمه للصفحة وضيفنا الفنان اللبناني القدير الأستاذ رفي علي أحمد أستاذ رفي قبل ما أطرح مزيد من أسئلتي اللي إن شاء الله تكون خفيفي يعني عليك رح نسمع رأي بفقرة كلامي يوصل من الممثلي والصديقة أرول أحمد مرحبا مرحبا رفي قبل أحمد الإنسان ما بينفصل عمي ممثل يعني إنسانيته بتظل حاضرة هو كممثل بيشبه حاله دايما كإنسان يعني عطفته حنانه اهتمامه بالآخر الممثل يلي قدامه بيحس إنه فيه سند معه يعني لدرجة إنه أوقات بيبدل ممثل يلي عابله على حاله يعني ممكن إنه بالشقفة تبعيتي يعطيك كامل إحساسه هو برات الكاميرا ولما تجي الكاميرا عليه ما يعطي نفس الإحساس بس بيهمه إنه الآخر يكون مرتاح هايدي شعر لي كتير مهمة بالممثل صريح ومنه عايز شي من حدا مشان هيك ولا مرة عنده إنفي صهام بحديثه أو مثلا بيسير حتى يوصل لمحان أمدا أصلا يعني هو كده عمره هيك بحب كمان بيرافيق إنه كتير معني بالوطن وكتير عنده هم العيش والحياة وكونه مواطن بهاللبنان اللي مخربط هايدي قصص بتنعكس بمسرحه وعلى السعيد الشخصي اللي ما بتحكي إنتهي اهتمامه وتمسكه إنه يطلع على خشبة المسرح شغلة كتير مهمة لأنه بجدد حاله وكأنه هيك بينفض رشاته وبطير نتشارع كتير على كتير مواضيع بخصوص المهنة حلو إنه دايماً عنا مواضيع نقدر نحكيها ونقدر ننقشها ونطلع فيها بنتيجة بالآخر هلأ هو مش دايماً بيتجاوب بيصير يهز براسه هيك وأنا كمان عنيدة فبتخليها معلقة لتاني لقاء فبرجع بطلع الموضوع نفسه وهيكي مثل التعذيب الصيني بصير على رأسه فهيدي كتير بحب علاقته مع رفيق علي أحمد ما بتشبه علاقته مع غير ممثلين يعني بالوسط الكني كال رفيق بدي أسألك سؤال ما تتسرع بالجواء فكر فيه سواني بدي أعرف إذا عندك حلم واحد تحققه من هلأ العشر سنين الأذنين شو رح يكون هالحلم؟ يعني شهادة دافية كتير من رول أحمد وأنا بوافق يعني على شغلي من مشاهدتي لحضرتك الدائمة بالمقهى إنه فعلا لما يكون عندك مسرحية جديدة تصير غير إنسان مرتي بتقلي إنه أنا مثل الفيل نعم إنه بالحياة العادية إنسان كسول جدا بليد يعني حتى بين رجال ومرأة يعني إنه ملقي ملقي الضرة مثلا المرأة بتحب إنه شوي إيه تتفلفل شوي إيه تستفز كذا إنه أنا يعني هيك طافي كل الوقت بس وقت اللي بيكون عندي شغل بصير مثل الفيل يعني وقت اللي بيغضب أو إنه بيقوم بصير يشيل الأشجار بطريقه وأنا نيقى كتير إنه يعني حتى الناس اللي بيساعدوني بدي يفوت بالصغيرة بالكبيرة بالتفاصيل بس هلأت بيجددك المسرح متل ما قالت رولا؟ المسرح بي يعني متل ما يفعل فيي التلفزيون التلفزيون بيضجرني بيقتلني بيموتني بفيق غصبني عني طيب شو ليه؟ شو ليه بروع التلفزيون ليه العيش؟ ليه العيش؟ بس بدي أقل لك شغلة عن رولا يعني إنه كمان وقت اللي اشتغلت بالتلفزيون وتعرفت على المسلين على المروحة الواسعة من المسلين تعرف المسرح بيكون فيه بالأول ما كنت أعرفهم يعني حتى الجيل الجديد ايه رولا يعني وقت اللي اشتغلت أنا وياها حسيت فيه كيميا يعني من المسلات الإقلال اللي بيطلعوا بعينك إنه عم بيمسله يعطوك شيء؟ بالظبط ما هي بالتالي إنه أكسيون ري أكسيون بيستفزك للمسل بتحس يعني عنا معروف نحنا إجمالا بالعالم العربي إنه إذا النجم خلص دوره بيروح بيعمل مكياج بيغير تيابه وكذا وبيوقف مساعد المخرج قدامه بصير يمثل للهواي يعني للمثل التاني وبيركبه بعدين منتاج بس يعني شغلي بتفقده للممثل نص حرارته على قليل إذا مش كل حرارته هيدا هو اللي بيخليني أحكي إنه هالشي ما التلفزيون عكب الحرح نجي للتلفزيون سؤال رولا لو سمحت إنه إذا عندك حلم وقدامك عشر سنين لتحققه شوه الحلم؟ ما بعرف يعني أنا عادة زغرت أحلام كتير يعني الأحلام الكبيرة بعمر ما قطعت كلها زغرتها لأنه حققتها؟ يعني العيلي جبران وهنا الله يخليهم آه زلمي مؤمن تخرجوا من الجامعة عملت واجباتك يعني بتحققهم لا شك لا شك هيدا واجب كان تعالوا بالحياة بس إنه أنا زلمي مؤمن مش كتير معلق بأشياء بالحياة حتى أولادي يعني إنه بالتالي انطلاقا إنه هادي عيال الله بس يكبروا أولادك هني مسؤولي أنت مسؤول عنهم يعني على تنشئتهم على تربيتهم أنت لا تمتلك هؤلاء الأولاد ومثل ما قال جبران أولادكم ليسوا لكم أولادكم أثناء الحياة أنا بأعتقد إنه اللي قدرت عطيهم إيه عطيتهم إيه نتيجة هذا الوضع واشتغلت على حالي كتير إذا بدك تخلت تخلصت كتير بنسبة كبيرة من غرائزة وهيدي بالحياة ما بقى بدي إلا إنه حلمي لرولا إنه بيت صغير هيك بالضيعة وقدامه شجرة وما بقى بدي شيء عطي الشيخوخة إيه إذا كان مطلع لعندك نشاغب عليك شوية ماشي على تليفون على تليفون قبل لازم نعطي خبر رفيق عادة أكيد الباي والأم يعني طبعا ولكن عم نحكي هلأ بوجودك إنه بيشوف حاله بولاده أولادك شايفين حاله فيك كممثل كنجم كاسم لامع بلبنان وبالعالم العربي أهلا أنا يعني مني نموذج للنجم نعم يعني واضح كل الناس بيعرفوني وإنه أنا زلمي شغيل بس عندك صورتك وعندك مكانتك عند الناس يعني بحسوها يعني ولدي طبعا بحسوها شيء بس إذا بدك إنه فخورين فيه أكتر وإنه ما بيعلنوها يعني طالعين لبيون يعني ما بيندهشوا كتومين لا ما بيندهشوا بشي يعني بس بتحس هيك بالعمر عندهم إنه فخورين بهذا الأب إنه ما بدي أحكي تفاصيل إنه سمعته منيحة محترم بالمجتمع الناس بتقدروا مبسوطين بهذا الأمر أكتر من الإيماج الصورة تبع التلفزيون أو إنه والله وأنا بتعرف إنه أنا بالشارع عماني لانجم شهرة رحات زيتها مش هي المهمة اللي عم تتفضل فيه يعني هو مضمون مضمون الشهرة هو الأهم بس بما إنه عم نحكي عن الأبوي والعائلي والزواج بمسرحيتك الجديدة وحشة بتقدم شخصية يعني هذا المتشرد هو متشرد لأنه زوج مخدوع عادة يعني غالب الأعمال الفنية بتركز على يعني الزوجة بتكون الضحية بمجتمع ذكوري هي اللي بتتعرض للخيانة الرجل هو اللي بيظهر على زوجته هون عم نشوف العكس لك فيه ثلاث عنوين بالمسرحية للخيانة فيه خيانة الرجل السياسي اللي هو موجود بالمسرحية خيانة المتدين أو رجل المتدين وإذا بدك كمان يعني ما بدي استعمل كلمة خيانة لرجل الدين ولكن تفسير الخاطئ لمفهوم الدين عم حاول أنا بموجهة نظري حسب قناعاتي لأنه كمان أنا مني مفتي بس أنه أنا زلامي يعني بقرأ وبكتب ولي رأيي بهذا الموضوع للنقاش لا أكتر ولا أقل ففيه خيانة الرجل السياسي التفسير الخاطئ للدين وفيه خيانة الزوجة خيانة الزوجة كوني رجل نعم هلأ لو كانت امرأة عم تلعب المسرحية كان بتقول إنه الرجل عندي ملاحظة على مش موقف من المرأة لا أنا قد بقول بأول المسرحية أنا أقدر المرأة وأحترمها وهي محترمة إنسانيا تستعرض مجموعة خيانات بالمسرحية بتجيب خيانات من التاريخ لنساء يعني حتى من ست نحوة ست نحوة طيب ما خانت الكلام وقال للرب إنه ما تكلي ما تطعميه التفاحة قامت طعمته التفاحة بدو كون تفاح بشري أو ميروبة أنا عندي ملاحظة على النسوان أنا النسوان يعني فيه شيء أنثوي بيقعدوا معي بيقعدوا معي النسوان وبيحكوني يعني عادة أشياء وكذا وأنا أحب جلسات النساء أكتر من جلسات الرجال لأنها ممتعة وجلسات الرجال عند بالنسبة فيه شيء ذكوري بين بعضهم كذا غير وغير مجدية صارت بهالأيام يعني بالوضع السياسي القائم فعندي انطباع أنه فيه نسبة كبيرة من النساء تقريبا يعني المتمدنات إذا بدك والمثقفات إذا بدك والمتحررات دائما بين مزدوجين بحس أنا أنه فيه ضجر عندهم يعني وكأنه هذه المادية أنه عطتهم جانب من الحرية عم يستغلوا بطريقة مبالغ فيها يعني هذه الكلمة اللي بقولها أنا بالمسرحية أنه أكتر النساء بقولوا لك أجاد المرى بعد عشر سنين يضل إلى جلد على جوزة هذه مقولة يعني عشر سنين تحديدا فحبيت اطلاطف مع النساء أنا ومرق هذه الأشياء وربطتها بالتاريخ أدي يصير لك مجوز فيه ثماني سنين قبل الزواج وما بعرف ما بعدون شي خمسين ونيف إن شاء الله يعني خمسين لا إذا بدك بيطلعوا شي أربعة وثلاثين خمسة وثلاثين عمر كامل فيه ثماني هيدولة ما بتعرف كان فيه مشاكل قبل الزواج حب وقص الحب شهيرة حكينا حكينا عنا عكل حال رح ارجع لنقطة النساء لأنه موضوع يعني بيحمل نقاش بس سمحنا نتوقف مع موجز إخباري سريع ثم نتابع بيت القصيد الموت مية مرة مع الدفاع اللي قلته ولا حياة الاسترحام هيدا حكم الأكترية يا أهل أتينا هلأ صار الوقت انتوا على الحياة وأنا على الموت مين مصيره أحلى ما حدا بيعرف غير الله بس التاريخ بده ينكتب مين اللي بيكتبه المنتصر وأنا رح يكتب التاريخ وانت صار عليكن بالقيام اللي جايه هو موت اليوم من أجل الحقيقة مشاهدين الكرام نتابع بيت القصيد مع الفنان القدير السيد رفيق علي أحمد السيد رفيق يعني طبعا لازم ننوه أنه عم ناقشك بمسرحيتك ونشير لمسألة أنه حضرتك عم تكتب هذه يعني عم تكتب مسرحياتك وبتمثل وأغلب الأحيان كمان أنت المخرج بدي أكمل لك إنا عم نحكيه قبل الموجز قبل ما نسمع رأي من يعني الجيل الجديد كما يقال الأستاذ وسام حنة الممثل اللبناني بتجربتك بجرسة كمان كان الرجل هو عاجز جنسيا هون عم نشوفه يعني يتعرض للخيان في شيء بالله وعي له علاقة بالعجز العربي بهذا المجتمع الذكوري على الآخر ولكن اللي مش طالع من أمره شيء بمواجهة القضايا الكبرى اللي منعيشها كلنا أنا بنتي من لما كانت صغيرة نعم كانت تقلي أنه بابا وقلت يمكن بمسرحية جرسة أنه دايما بيموت البطل بمسرحياتك لا بيموت البطل بمسرحياتك وكانت صغيرة بمسرحية زواريب كانت قبل المشهد الأخير لما بيموت الولد كانت تظهر وتبلش بكي برا فأنا كنت أقول لها بابا أنه أنا شغلت قول هذا هو واقع الحال يجوا الناس يتفرجوا على مسرحية يقول لهم هذا واقعكم مثل طبيب الأشعة نعمل صورة نقول بيّنت هذه الأمراء لا تجمل لا تزين الواقع أبدا فإذا بدك أنه نظرة هيك من برا سريعة إحساس وجدان على الواقع العربي على الرجل العربي على الطفل العربي على كل هذه الحالة أنا شايف أنه إذا استمر مثل ما دايما بكي المسرحياتك إذا استمر واقع الحال على ما هو عليه نحن ذاهبون نحو الهاوية بكل وضوح يعني نتمنى لو أنه الواقع غير هيك ولكن منظل نحاول نفتش عن بصيص ضوء لما نشوف ناس مثلك عم يشتغلوا عم يعملوا مسرح وشعروا عم يكتبوا فنانين عم يفنوا يعني متفائل أيضا يعني بموضوع النساء حتى ما نبينوا وكأنه المسرحية ضد المرأة كلياً منشوفك عم بتدافع بالمسرحية يعني أبو ميشال المتشرد يدافع عن عاهرة أيضا هو اللي حاصل نحن بمجتمعاتنا في هذا الزمن ما بعرف لسبب أو لآخر والماديا اللي بنتقيدنا كمان بالمسرحية التواصل اللي بقول أنه هذه تفاصل اجتماعي أثرت كثيرا الواقع السياسي كان باللبنان أو بالعالم العربي الفساد المستشري عندنا بالأنظمة الاجتماعية والأنظمة السياسية وكل الأنظمة أنه عم تأثر على هذا الإنسان العربي فمن هون أنه النقد عم بنتقد وقع الرجل وقع المرأة عم حط صورة لنوصل لمحل نسيت السؤال لأنه تدافع عن غانية بالمسرحية هيدا هو تجد لها مبررات تجد لها أسباب تخفيفية عم بوجد هذه الأشياء وكمان إلى جانب الغانية اللي موجودة بالمسرحية نعم إذا لاحظنا أنه هو قبل ما يموت إذا بآخر المسرحية يتمنى على ربه يدير باله على هيدا لبسان أنه الإنسان سرعيش في وحشة كمان نظرة سريعة على واقع العالم العربي والنازحين والمهجرين وكذا بحاجة لحنان بحاجة لعطفة بحاجة لصدر دافع بحاجة لدفع معين هيدا الإنسان ما عاد لأحدا إلا لبسان بيقول بدي عين تطلع فيه بدي دينس بدي روح إحساس نفس يحس فيه اليوم نحن في حالة تشهردهم وانقسام ذاتي أفقي وعامودي في مجتمعاتنا العربية إذن هي وحشة الإنسان العربي أيضا وحشة الإنسان إنسان وبما أنه نحن عرب إذا بدك يعني ما بعرف إذا بعد فيه شيء اسمه أمة عربية واحدة الرسالة انتهينا منها يعني صارك الواحد بده مسألة مسألة وجود مسألة أمان مسألة أطمئنان مسألة قبول مسألة يتعرف مسألة أنه فيه قول بيقول للإيمان عين واحدة عم ياخدون على إيمان خاطئ عم ياخدون على تدين خاطئ فمن شان هيك أنه صار الإنسان بحاجة أنه يشغل عقله نحن بحاجة إلى العقل قبل ما يعني أسألك عن بموضوع التدين خلينا نسمع رأي وسام حنة لو سمحت ثم نتابع موسيقى شو سهل واحد يحكي عن السيد رفيق علي أحمد مش هو صعب بنفس الوقت لأنه هو أنا مؤمن أنه هو من النجوم في لبنان اللي ما بقى بيشبه حدا كيف النجم اللي بالسماء هيك بتشوفيه بتحسي سهل بس صعب تلعطيه رفيق علي أحمد هيك رفيق علي أحمد من الأشخاص مش بس لما الكاميرا تكون عليه بيمثل هم الأشخاص لإليه لما الكاميرا حتى ما تكون عليه هم بيمثل إنسان خلق ليكون على المسرح إنسان مجبول بالتمثيل كلم لهيك الشغل معه مش بس متعة عن جد مدرسة بكلمة على الكلمة كنا عسات عم نصور مشهد ساعة خمسة على وجه الضو تعبنين بالمشهد هو مفروض عم بيعيط علي وأنا عم بيعيط عليه مفروض تيجي بتأخذ دور الوالدة تقلى شمعون توقف بيناتنا تقوله رؤيا رجال رؤيا صابت لها على قوتك خمسة على وجه الضو شكلها تقلى شوية هيك ناست شوية هيك فطب كاميرا فعن بعيط علي وأنا عبعيط عليه بعيط 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 ناطرين تقلى لتوقف بالنص ما وقفت تقلى بالنص وعيطة وجعير بيشيل الكف رفيق علي أحمد وبيدربني إياها خرقتي منهم أنا على قوية الكف أو شي صرت ناطر أقول إنه يوقف الكاميرا أنا ما بدي أتحرك مشهل كم المخرج ما يعيد اللقطة بس إنه ما كان موجود الكف بالنص وكف من قلبه ولما خلصنا بسعط المخرج إنه الكف بمحله قلت له شو صار ليه ضربني كف ما حضرت حالي أنا وضلت دينت تطن لتين نهار قال لي ويسام إنه أنا مفروض خلص مشهدي توقف لي تقلى تقلى ما وقفتني أنا مضطر كف في مشهدي لاشي ما حال شوفي شو هالإنسان اللي اللي ما عنده حدود حتى بيشغله اللي ما بينطر ما بينطر هادي كان الدرس لإلي اللي بيفوت عالسات ما بحسسك بنجوميته ما بيفرض حاله إنه هو نجم ما بتحس فيه خفيف وبنفس الوقت قديشه خفيف ومتواضع قديش عنده تقل هادي التقل بيخلي رفيق علي أحمد يكون مثالي أنا كشاب طالع جديد وماشي عالطريق وإن شاء الله يوم لإياما قدر وصل للشي اللي عنده رفيق علي أحمد الفيلم المرشح للأوسكار بوردمان لمايكل كيتن بيفرجي أداي مايكل بالسينما حق إنجازاتي كتير كبيرة ولما تقدم في العمر حس إنه عم بيفشل رجع للمسرح ولما لقي حاله إنه عم بيفشل بالمسرح والصحافة العالمية عم تنتقده بالعاطل قرر إنه يعمل ينتحر على المسرح السؤالي لإلك إذا حسيت لا سمح الله بيوم للإيام بهذا الشعور كيف تتصرف ألف شكر لوسام حنى وبينشاهد له لوسام إنه عمل نقلي بحياته يعني بالمهنية من عرض الأزياء ومستر لبانون لممثل ملفت ممثل له حضوره ممثل عنده سقافته متعدد المواهب يعني أنا كتير بقدره لوسام بس إنه هيدا هيئة هالكف علم علم يعني علم عشهتان علم عخده وعلمه بالحياة بس إنه بدي يعني أثره في إن كان رولا أوي سام إنه اتنينوا نحكوا عن العطاء إذا بدك إنه إذا قدام الكاميرا والله وراء الكاميرا رفيق علي أحمد هو ذاته بل وإنه مرات بكون أنا بالأوف والكاميرا على الممثل التاني صير بعطيه تعبير بوجه من شان هو يخلق أو يبدع ويقدي كما يجب وقد تنقل الكاميرا علي يعني بقولولي إنه إنت كنت بالأوف أحسن بقول لهم آي أوكي مرة دمعت فتقلة شمعون عم تقلي إنه كنت قبل بالأوف أحسن قل له بدك تعيده قلت له لأ أنا بكيت دمعت من شانك أنت اللي تقدمنيها أنا مش دافعين لي كتيرا مفشر وما بدي أبدا وردنا على سؤاله إنه إذا لا قدر الله يعني شعرت بالفشل لا أنا قلت لك إنه يعني أنا عندي هيك إيمان مطلق وبعتقد إنه كل شيء له نهاية ووقت اللي بتجي النهاية بتجي النهاية عصيرة الإيمان المطلق بالمسرحية اقترابك يعني نأدك للرجل المتدين واقترابك من هذا الثالوث اللي يعني شائك إلنا دين وسياسي وجنس ليش عم بتقرب على هالموضوعات يعني طبيعي جدا إنه شو هي المواضيع المتروحة اليوم نحن يعني هذه المشكلة الأساسية إنه أنت عندك دين هو عنوانه المحبة مثل كل الأديان السماوية مثل كل الأديان اللاسماوية المدنية اللي هي بخدمة الإنسان جاءت من أجل الإنسان وليس لأمر آخر الله سبحانه وتعالى مش بحاجة لإلنا نحن بحاجة الله فإذن إذا هالنموس اللي نزل بكل بالكتاب بالكتاب وبكل المذاهب والأديان اللي إجت فاليوم عم بيحاولوا لنا ياه إلى وسيلة قتل إلى تباعد فطبيعي جدا إنه بدك بيقلك هذا الواقع لعمل ريشه طبيعي جدا يعني هذه الصورة هذا المشهد بإسم الدين بإسم الله الله أكبر وذبح أنا من الناس اللي ما بتحمل أو بياخد قرار أني ما شوف هذه المشاهد لأنه ما فيني اتحمله بس أنه كوني أنا معني في محل من المحلات أنا عندي أمانة بدي أقولها أنا بشتغل مسرح إذا الله عطاني موهبة فهي منشان خدمة نفسي لأتسلى فيها ومنشان خدمة الناس يعني رجل الدين هو يقرر أنه يكون رجل الدين مش الله اللي اختاره لرجل الدين فهو يمكن يكون على صواب وممكن يكون على خطأ وبما أنني أنا أؤمن بالعقل مثل الطروحات اللي عم يطرحوها الآخرين أنا بدي ناقش هذه الطروحات وبدي أقول وجهة نظري نحن واصلين في عالمنا بالكون كله إجمالا لأنه نحن هلأ أستاذ زاهي سوري ما بدي أحكي سياسة بس نحن عم نعيش حرب عالمية صح؟ مش بالدبابات وبالطيارات وبهذه الأشياء لا بالدبابات وبالطيارات بس الدول الكبرى عم تتصارع فينا فينا نحن عم نقتل بعضنا يعني ما بعرف شو بقولولها هايدي بعرف شو بقولولها بس عم ندمر ذاتنا عم ندمر بيئتنا عم ندمر ولادنا عم ندمر الإنسان فطبيعي جدا تجي تقول له لرجل الدين أنه لا يا أخي هيدا مش الدين هيدا الدين اللي حفزوك اللي علموك الهجمة اللي موجودة على أرض الخيرات واللبن والعسل بعدها موجودة هجمة استعمارية طامعة برأيك بالثروات وبخيرات هذه لا شيء غير هذا نعم سيد رفيق جوابني بسرعة قبل ما ياخد استراحة حضرتك يعني تطرح هذه القضايا ولكن بمسرحك يعني اللي بروح بيتفرج نشوف أنه عندك قدرة على إضحاك انتزاع الضحك من المتفرجين معظم الوقت تقريبا مسألة إضحاك الآخرين سهلة والله صعبة بالنسبة لك بعتقد فيها لها يعني إذا كان إضحاك للإضحاك ممكن نشوف في شيء اسمه الشانسونية وستاند أب كوميدي لا لا أنا عم بحكي لا إنه موجود الإضحاك أنا عندي أنا مثل قلتلك قبل شوي إنه المتعة عامل أساسي بالمسرح إذا المشاهد ما استمتع بالمسرحية بيكون في شيء ناقص بنكون مش عم نعمل فن طيب شو الفرق بين المونودراما على صيرة ستاند أب كوميدي شو الفرق بين الشغلتين يعني هون بنشوف واحد يعني ستاند أب كوميدي واحد عم يحكي وعم بضحكنا وهون ممثل واحد بالمونودراما في فرق بين الشغلتين فرق شاسع بس إنه المونودراما هي عمل مسرحي كامل متكامل ولكن بممثل بممثل يعني في نص مكتوب دراميا من أول للآخر فيه سينوغرافية محدوطة على المسرح فيه ممثل بيمثل وبيلعب شخصيات مختلفة ستاند أب كوميدي ما عنده مشكلة بيطلع بيقول طرائف ونوكات متتالية يعني غير متصلة منفصلة ما في شيء فيه ضو بيوقف عليه شو رأيك بظاهرة شيوع يعني إضحاق الناس بالنكة الجنسية والإيحاءات الجنسية والسياسية يعني هذي ظاهرة صارت بالسنوات الأخيرة منتشرة على الأقل ببيروت كيف بتشوفها؟ ماشي أنا ما ببري إنه هذا شيء كمان متعمد ومقصود لأنه بالمقابل إذا عم بتشوف وين صارت السقافة العربية بشكل عام جزء من الانحدار؟ لا حتى الفضائيات العربية عم بتسوي لهذا الأمر حتى المطربين والمطربات كمان يعني اليوم عم نرجع على الربابة إنه وقت كانت الغنية على الربابة بالأول إجت مصر وإجا لبنان ونقلوا الفن من مستوى البدوي إلى مستوى رائي اليوم وان شو بتشوف بفتح الراديو كله طبل وزمر ومن جايرة وما بعرف شو وإيقاعات ورأس وكأنه عم نرجع والسنساخ تشابه يعني لتحصل إيقاع كأنك سامع ألف مرة قبل فأنا بعتقد أنه ما في يعني مثل ما بيقال فيه فن ملتزم وفن هادف فيه فن أيضا ملتزم وهادف بتعطيل الحضارة عند الإنسان العربي لغته حتى سقافته حتى فيه إلغاء للهوية بشكل عام وهيدا شي عمين دفع مصاري كتير من أجل هيدا الأمر بينما نشوف المسرح اللي عنده هم إنساني حقيقي مهمل ما حدا بيطلع فيه لأسف رح نتابعه نحكي يعني أكتر ولكن كمان مرة نتوقف مع استراحة سريعة ثم نتابع بيت القصيد أنا من زمين بطلت ما إحكيش أربعة شهر بالحبس بإسرائيل ما أخذ مني المحق الإسرائيلي لاحق ولابط حتطلي هالخريطة قدامي وقال لي وين بيتكم أنا شو بعرفني بالخريطة شقفت راح دلني على بيتي ودلني على بيوت الجيران وسميه لولادي واحد واحد وقال لي أمتى أم عيسى بتخلف بأيار أنا كأنه نصب علي ما يبير طلع فيه وقال خدوه ودبوني بالزنزانة ويا هم حل حل بمفاصل مشاهدين كرام نتابع بيت القصيد مع الفنان القدير الأستاذ رفيق علي أحمد ونستمع أيضا لشهادة بكلام يوصل من المسرح لأستاذ غدي الرحمن رفيق أعرفته نحن مع محضر آخر أيام سكرات لما منصور استدعيه لشانتا يقوم بدور سكرات وهون كان التحدي الكبير لأنه أهم شي بالمسرح الغنائي الصوت أكيد التمثيل شغلي أساسي رفيق ممثل كبير وقدير ولكنه قفنا بصور عنا مشكلة إنه شو بده نعمل بالصوت ورفض منصور إنه يدبلج صوت رفيق على صوت آخر لأنه أكيد بده يحس بانفصال بين الصوت وبين الممثل فهون كان التحدي يلي قبله رفيق وبعتقد لأنه ما كان يركب صوته على أوصل قدح متى بيقوله ما في قاله يغني شوية موهيله هيدا إلى أنه خضع لتمارين تقريباً شي 8 شهر وبالفعل كان مطوع وسهل التعامل معه مثل ما كان يقول هو أنا عجينة في يد المخرج كان عجينة لينة مع كل الفريق التقنية مع كل الفريق اللي نعمل لأنه أنتوا تعرفوا رفيق بيشغل وحده على المسرح يعني كأنه قد 20 أو 30 زلمة فشايف حاله هون مع مية زلمة وسقرات عمل كبير وعدنا اشتغلنا بحكم الرعيين هون كان الملعب إلو بالمسرح لأنه كان في رأس وغنى والغنى اللي بيحبه هالمواويل وهي وهو حس حاله بهالمسرحية فعلياً موجود كتير وبعدين جبران والنبي يلي كان هو إخي الدور جبران إلا إنه آخر عمل اللي عملناه يلي هو دونكي شوت واللي أبدع فيه رفيق حلو برفيق إنه إنسان لا يبتغي سوى الصداقة إنه الصداقة بالنسبة لإله يعني إذا اشتغلنا ولا ما اشتغلنا نحن أصدقاء حلو يكون عندك صديق مثل رفيق يعني ما بتشعري فيه بالمجتمع ولكن هو بيكون شعور كله هو بيكون الوجود كله بالمجتمع صداقتي اللي رفيق من بداية معرفتي فيه كانت واضحة وصريحة جداً يعني ما فيها مواربة ما فيها كذب إذا زعلان بتشعري عليه وإذا ما بسوط بتشعري عليه ومثل قلتلك صديق لا يبتغي سوى الصداقة عربت عليه كذا شغلة من الزمان ومش إنه رفضوا نقال لي ما بدي إشتغل وما كان فيه زعل بالفعل أنا رفيق بحبه على امتداد هالمدى الواسع وإن شاء الله من هلأ لنجي نروح نضلنا صحاب وأصدقاء ونتحدث دايماً مع بعضنا وننتقد بعضنا بيسمعني وبيسمعوا وهاي باعتقد ايدي تعلمنيها من منصور لما كان يقعد معنا بالفعل كانت جالسات لا تثمن يعني رفيق عندي إلك سؤال كتير صريح وبتمنى إنه تكون صريح للجمهور اشتغلت مع منصور تلات أعمال ويمكن أعمال تانية شو ترك أو شو تعلمت منه فنياً وإنسانياً وشو ترك أثر بقلبك إذن الشكر الكبير لغدر رحباني والجواب عندك هنه أربع عمال بس العمل الرابع بعد وفاة منصور رحباني دونكي شوت لا حكم الرعيان هو نسي حكم الرعيان غدر لا حكي عن حكم الرعيان نسي جبران والنبي يمكن الجبران والنبي هنه سقرات سقرات حكم الرعيان حكم الرعيان جبران والنبي دونكي شوت دونكي شوت أعملناها بعد مراحة نحن شو تعلم منصور رحباني اما هو وقت اللي بتشتغل مع الكبار يعني بتحس انه انت قديش بتتعلم منهم يعني قديش تتعلم من منصور كنت قعد انا ويا خرج اطار الفن كنا نحكي بالحكمة ونحكي باللاهوت يعني بتعرف عندي شوية لاهوت انا يعني بحب هيك احكي الداخل بهذا الموضوع اتعلمت من منصور اذا بدك فنيا اشياء كثيرة اتعلمت من مؤسسة الرحباني بشكل عام ابرز ما تعلمتهم الديسبلين الشغف والاخلاص ترتيب تفاصيل عمبات الرحباني هي اللي بتعمل العمل الكبير بيهتموا كتير بالتفاصيل الجو بيناتهم بين الفرقة اللي موجودة هو اللي بيطلع يعني الالف المحب اللي عم يحكي عنا غدي اه تعلمت من منصور اكتر شي فنيا اذا بدك هو انا كيف صرت اكتب يعني الجملة كيف تكتب بالشعر نعم اذا بتغير كلمة الموسيقى بالجملة بالمسرح وقت بتحط كلمة قبل كلمة فيه انسياب معين مثلا يدي اخدت من منصور اه اخدت من منصور انه حقق لي حلم كبير يعني انه انا هيدا الولد اللي جاي منه اتضاعه وقفني ع مسرحه وعملت هذا وكسبت صداقة هيدول الشباب اللي قاله غدي غدي واسامة ومروان ومروان انه ايه منكسبنا صداقة بتشتغل او ما بتشتغل مش مهم المهم انه تكسب انسان اشار غدي لمسألة الصوت والغناء حتى بمسرحك لوحدك بالمونودراما بتمرق يعني عتابة او موال او شغلي منه كأنك بتحب تغني يعني بترقص رقصت مع كراكلا كمان مازلوط رقصت مع ببعلبك كمان نعم بتحب تغني بحب غني بحب ارقص بحب مسل واذا بدك بحب غني اكتر من التمثيل والله كنت فيك مطرب مكبوط يعني طبيعي جدا لا انه بتعرفها انا الفلاحين وايام القرى وكذا وغير وما كان في امكانية انه بيضربك على نيعك اجل المزرع اذا بركت تعمل مطرب اه لالاغاني للنوري وكذا انه انا زمت زمت يعني شو كنت تتعطي بتقول بتضيع بتتذكر شي ماشي اقتر شي وديع قلي قلي وحده شو بدك غني لك انا بحدي لك بغني لك لا انه دايما بقول انا انه اول مرة مسلت انا يعني ظهرت قدام ناس مجموعة هي بعرس بتضيع نعم كان عمليش خمسة عشر سنة والمقلوف في القرية انه بيرقصوا بيكسروا له الدربكة قال بلازم يقول عتابة وبعدين بتصير الدق الدربكة بعد ما يغني فانا نزلوني ببرامت برامتان كسروا الدربكة فقامت انا عتابة ما غنيت عتابة بصفة انه يعني الموهي بيكيني عندي جمال فحافظ غنيلة في الموهي به شو بتقول فقامت غنيتها بالعرس فكان دهشة بين السهرين وكذا وزائف وهذا المشاركة الجمهور وانا طلبت منهم يردوا هذه الردة تابعة الغنية وانه كيف انه كانوا يحب يسمعوا فيروز يسمعوا صباح يسمعوا الاغاني الكلاسيكية بس في ليمون مثلا ما يوقفوا علاها هي الغنية بتقولوا كيف صحتكم وان شاء الله مبسوطي لا لا اولا 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 لو قراح قال لك اني غنيلك يا اولا بدي دربك منشيبلك دربك بس ما فخوتي لا هي نغمتها المسرحية بيقول وكيف صحتكم وان شاء الله مبسوطي وعنا معزتكم وبالقالب سكنين بعثنا لكم مكتوب مع البستاجي دبروا له عروس اخدوا دم تنفيخين كيف صحتكم فالجومة نعم اكل حال هادي كلوم قلت لنا موال حلو كتير بالمقهى بالروضة قلت لنا موال هيك باعتقد بعلبك هلأ قبلك بآخر يعني الحلوة هاي اللي بيغنوها للعروس وقت اللي نعم يعني حكي مرينا على تجربتك بمسرح مسور رحباني وسبق أنا وياك يعني حكينا بهالتجربة بمسرح الحكواتي استاذ رفيق يعني حضرتك ابن مسرح الحكواتي المسرح الجماعي التأليف فيه جماعي التمثيل للإخراج يعني طبعا مع التقدير الكبير للمسة استاذ رجاع الساف الأساسية ليش هم فرط عقد المسرح الجماعي بلبنان هل هو جزء من انفراط العقد الجماعي اللبناني كله سوا يا استاذ ازاي هو بس العقد الجماعي تبع المسرح فرط لا ما عم قل لك هل هو جزء من هذا الانفراط لا اذا بدك انا مع انه دايما بكل حتى ببرة يعني وقت اللي بيكون فيه مجموعة عم تشتغل مع بعضها حلو تتشضى بالفن تحديدا انه يطلع مواهب هنا وهناك حتى نكثف ونزيد ونراكم هذه التجارب يعني بالتالي فرقة مسرح الحكواتي واي فرقة هي منح حزب وعندها نظام داخلي او تنظيم توصل شباب بيتجمعوا حول بعضهم حول فكرة ما بيعملوا عمل عملا يعني وبعدين كل واحد بيروح على شغل كل واحد بيروح وهيك صار بالحكواتي بس اكتر لا هيك صار بالحكواتي يعني بس على فكرة الدمار انه بعد فيه شي حزب لبناني مثلا بعد فيه شي نقابي باللبنان يعني خلوا شي يعني بتشبه مرحلتها الحكواتي اللي كان فيه صعود للأحزاب لليسار بالزدر الأحلام الكبير بالزدر لما فرطت هالقصها فرطت فرقة الحكواتي بيه طريقة من الطرق بس انه يعني مثل المؤسس الرحبانية يعني المؤسس الرحبانية عاصي ومنصور وفيروز لما فرط لبنان فرطت المؤسس يعني بنسبة اه بهذا شيء امر امر طبيعي جدا بس انه يعني لو كان فيه ظروف سليمة انا مع هذه التجمع بالفرق الفنية مثل ما قلنا انه يطلع منها افكار اخرى وتجارب اخرى يعني تتوسع وتنتشر اكتر من انه تضل فرقة قائمة بذلك سمعك الاساس عبيدو باشا الحكواتي الاخير بتحس انه يطلع اصدك اجيال حكواتي حكواتي جدد خليني انقل شوية اعتشاربتك تلفزيوني بس بدي اقول لك شغلي بالنسبة هاي الحكواتية الجدد نعم انه كمان من الحال اللي عم نعيشها يعني على مستوى الثقافي الثقافي بالعالم العربي اذا بدك حتى وبالبنان يعني انا مثلا من جيل شبكة اشتغلت مع الرواد بالمسرح رأست مع كراكلا جيت من ضيعته اشتغلت مع منصور الرحباني عملت شبكة يعني لينك اذا بدك مع اللي سبقوني ها هلأ اذا بكتمد ايدك لورا ما بتلاقي حدا اللي حتى يمسك ايدك لا تشبك حلقة اخرى لانه الثقافي هي تواصل بشكل عام يعني هلأ هذه الاجيال الصاعدة انا بعمل المسرحية حتى الطلاب المسرح اللي بتعلموا مسرح ما بيجوا بيحضروا المسرحية بينما لازم يشوفوا كل ما يجري في المدينة كنا نحنا نترجع يعقوب شدراوي او رجاع الساف ندفع مصاري نعزمهم على الغد لنقعد معهم يعني او يسمحولنا نتفرج تسمع منهم جملة تسمع منهم رأي تسمع منهم فكرة نعم خليني انقل شوية على تجربة تلفزيونية استاذ رفيق راضي على تجربتك تلفزيونية انا باني ضد الشغل بالتلفزيون هل تلفزيون فن من الفنون فن قائم بدايته من الفنون التواصل يعني والمتعة ولا هيدا بس يخيي انه انا زلمة جيت مؤخر على التلفزيون يعني ما بيحسك الواحد ضويت بالتلفزيون متل ما ضويت بالمسرح بكيف بدي يضوي بالتلفزيون وقت اللي انت عم تلعب دور تاني عنا فيه الدراما باللبنان يعني فيه تجربة يعني بلش بلش اوكي نحنا بنقدر ومنثمن هذه التجارب اللي عم بتصير بس انه بدي أولى يعني انه ب15 و17 ألف دولار اللي بياخدهم لمسل المصري او السوري اجاروا ما فينا نعمل حلقة تلفزيونية يعني والنافس فيها هلأ بيقل لك والله فيه ريتنج اللي أنا فيه يعني بصفة انه جيت مأخر بعدما قرأت دوستيوفسكي وتشيكوف وشيكسبير ومسرح اليوناني اكبر من التلفزيون حضرتك انا لا مش اكبر من التلفزيون انا الموضوع هو اللي بيشدنا انا اقل العالم بعدهم عم يحكوا الشباب قديش وقت اللي بكون انا عندي شغف بمهنت بحب اني يكون مثل ما بقع عمل شي بحياة التانية بس انا احترم الفنون واحترم الفن بدي موضوع بالتلفزيون وانتاج لانه صناعة منلاحظ انه معظم تجربتك التلفزيونية بالدراما السورية اكتر من الدراما اللبنانية يعني اللي عدلك الزير سالم الظاهر بيبرس القعقاع جلسات نسائية الاخوة فينا اعتبرهم دراما سورية الاخوة مشترك بالدراما اللبنانية جذور والشحرورة الاخوة ما بعرف اذا كمان هاو دراما لبنانية كمان دا كمان يعني وعمل عمل بمصر مع يسرى نكذب لو انه ما منحبش ما منحبش حتى الشحرورة هو يعني انه انتاج الصباح اللي موجود تقريبا بمصر وكذا وغيره تلفزيون اولا بدلكم في نص تانيا يعني الفكرة اذا ما ترجمت بالصناعة وبالانتاج تبقى فكرة فبالتليفزيون يعني افضل الموجود كنت فتش على حد ادنى موجود بمسلسل يرضيني كنت روح لي بالدراما اللبنانية عرض علي كثيرا يعني بس ما في شي مقنع بالنسبة لي متعب يا استاذ زاهي انك الطريقة اللي بيشتغلوا فيها وال مئة الف ملاحظة يعني بالمسرح بتحس حالك حر اكتر مش لانه بالمسرح انا خذني عالتليفزيون انا بروح عالتليفزيون بس يكون في موضوع ذو قيمة انسانية بس هذي نقرني تقنقرك وزقرني تقزقرك وكل بنت الفقيرة بتحب ابن القصر وما بعرف شو وهذي خانة هيدا وهذي خانة ما بدي اشتغل بهذا يعني اعلنوها من عندك اللي بيلاقي انه والله في دور بده تمثيل وعم ينتج عمل محترم على كل المستويات يعيطلي وإلا اليوم بالرايح ما بدي يروحي يعني الحمدلله انه ما عندي شي ضد التلفزيون بس انا ما بدي خون مهنتي لا قناعاتي لازم يكون عمل يعني له معنى انساني وضو قيمي فني اسمحلي نتوقف السراحة اخيرة ثم نأتي الى مسق ختام بيت القصيد محضة جنابك مرأ مرأ الوقت شفت اميرة رجحة تجوزت من عمله عرس عملوله عرس عملوله حفلي بدل عن ضايع اميرة تجوزت من الزمان والليل فرحة رقصوا رقصوا رقصوني 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 عرس اميرة مش عرس العيلي عرس اميرة عرس الوطن وطوا صوتها الموسيقى فضحتونا هتعمل لما بحياتنا سمعنا صوتها وقفت وزلغتت يا درب قلبي بعود الناد ناديتي طلع سعيدي ما أخذتي ورديتي ولمقجوا أهل البيت عبيتي ضوا يتشمع قلبي لمخل الزيت وطوا صوتها الموسيقى مشاهدينا وصلنا إلى القسم الأخير من بيت القصيد مع أستاذ رفيق علي أحمد قبل ما نشوفك بمقهاك المعتاد مقهر روضة على بحر بيروت باللي كنا عم نحكيه قبل الاستراحة هل بتشعر يعني أنه بموضوع الانتاج الفني بالعالم العربي يعني انتاج الدراما انتاج المسرح انتاج السينما كأنه عمدا ما فيه رعاية للأعمال الذات قيمة هو بيقلك أنه والله فيه فن ملتزم وفيه فنان ملتزم ما فيه شيء بالحياة مش ملتزم أي مال بيندفع بيكون فيه له هدف ملتزم بهدف معين نظرة سريعة على الفضائيات العربية اليوم منشوف أنه والله الإعلام العربي بشو ملتزم بالتفاهل للأسف يعني جزء كبير منه أو بالطائفية أو بالسياسة الدايئة خلينا نشوف نحن كان فيه فضائية عربية رياضة مثلا كان فيه فضائية عربية دعاة مثلا كان فيه فضائية عربية طبيخ مثلا طبيخ يعني من هذا اللي ما بعرف شو كان فيه فضائية عربية أنه تنجيم ونجوم وبرامج ما بعرف شو كان فيه برنامج توك شو بالمعنى الكوميك زعيقه صراخه قديش بتكلف كل فضائية مضروبة بهذه الفضائيات العربية خلينا نشوف بالمقابل انه هذا ايا فضائية عربية تهتم مثلا بالفنون بالموسيقى مثلا يعني شو بطلعونا مطربين نحنا برامج تجارية وكذا او انه والله في عندك فضائيات طويلة عريضة بتدفع اموال طائلة من اجل انه تجيب مطربين ينطبق عليهم هذا القول وطي الصوت وعلى الصورة حلوة انه المهم يكون انه شكله حلو المطربين او شكله حلو في ماركتينج لامر ما لتسطيح وتسخيف اللغة العربية والثقافة العربية والحضارة العربية والعقل العربي هو بالتالي هاد النتيجة وما حصل هلأ ويحصل في ما يسمى بالربيع العربي الاسود هو كمان يعني هذا امر مساهم فيه بشكل او باخر ملتزم هذا المال ملتزم بهذه النتيجة اللي عم نوصلنا نحن اليوم بتعطيل العقل العربي هذا هو العنوان وعدم يعني تبني اي عمل الوئيمي تنويري على كل المستويات خلينا نذهب برفقتك لو سمحتني ضمن علامة فارقة الى مقهى الروضة البيروتي هذا الشبح الأبيض كما دعاه بعض النقاد كفيل بإثارة لا الرعب فقط إنما البلبلة في مدينة كاملة وللشبح مقر قرب البحر منذ عشرات السنين حيث الجريدة والقهوة في انتظاره بينما يدير ظهره للمدينة متعمداً كعاشق غاضب في رأسه سيناريو يتغير باستمرار وإن أصخت السماعة لوصلك من حروبه مع أشباحه وأفكاره همس يصف نفسه باليتيم مسرحياً وعلى المسرح ينعى يتم البلد وأهله ولا يتورع عن الندب والنقض والشغب والعتب واللعب على عواطف المشاهدين وطرح الأفكار في الهواء بحرفية بهلوان أخر أعماله المسرحية الموندرامية وحشة تناولت الخيانة على أنواعها ورفيق علي أحمد يعترف بخيانة المسرح الذي لا يطعم خبزاً لمصلحة التلفزيون علمته الحياة متى يلعب الدور منفرداً جرحته وطيعها لهذا يبدو كفارس غلب طواحين الهواء والأهواء ووقف يتأمل ما أنجز قبل أن يدير له ظهره لكي تستمر الحياة يعني بعد ما شفناك بمكتبك بتسميه مكتبك أستاذ رفيق من أكتر من 30 سنة حضرتك في المقهى البحري داير ظهرك للمدينة وعم تطلع على البحر يعني أنا عم بعم استعمل تعبير مجازي عندك شيء من التوحد المديني؟ ما قدر تفوت بالمدينة أنا شخصياً أناك حاضر يعني بالمشهد الثقافي رفيق علي أحمد حاضر بس أنه في ناس كتير يعني أنا بتذكر محمود مرسي مثلاً كنت أقرأ لهم قابلي حسيت حالي بيشبهه كتير أنه بيقول لك أنا ما بحبش الزحام وبحبش الأعداد بتاع السقافة والناس والكوكتيلات وكذاً أنا زلمي شوي قلتلك بأول الحديث منطوي قليلاً كوكتيلات ما بلب كتير دعوات أول ما جيت إلى المدينة عدت شوي بالمقاهي الحمراء فكانت تتعبني مش بس مندمجت أنا كل هذا الصدق اللي فيه والعفوية والتلقائية تبعي أنه في طاولة هون وطاولة هون وكلها روس وبتحس مثل الليزر من هاي الطاولة يعني اللي يعدين على هاي الطاولة رامين دايني هونيك مثلاً وهاديك رامي دايني هون أنه أنا شو دخلني لما كنت أرجع على الباب كنت شي قطبش الباب أعمل هيك مثل بينك بانتر بس كون حدا لأخذ لأنك إخد طاقة سلبية تشعر أنه أخذ طاقة سلبية من هذا الوصف لحتى تعرفت على هذا المقهى هذا المقهى مش اللي شدنا البحر اللي شدنا أنه هذا المقهى مقهى شعبي مش يعني هو مش كتير شعبي بس أنه فيه مزيج وخليط من كل نوعيات المجتمع بس اللي شدني لهونيك أنه بعد فيه محل ببيروت فيه شجر وتحت الشجر يواهبة فيه طراب فيك تحط جراك على الطراب قليلة بمدينة بيروت تحط جراك على الطراب تقعد وتحط جراك على الطراب كأنه فيه شي من الضائعة يعني فيه شي من الطبيعة أنا زي العمي عنصر من عناصر الطبيعة أنا دايما أنا بقول أنا مثلي مثل الشجرة مثل الحشرة وفي ذلك اليوم يعني مثل الإنسان والحشرة بالنسبة لإليه مثل الإنسان أنا مؤمن بالكون وكل عنصر من عناصر وحدة الوجود يعني إه إلى دور وأكتر شي إذا بدك بخاف إذا بخاف بالحياة بخاف من الإنسان ما حدا بيخوفني غيره أكتر من 35 سنة بالمدينة حضرتك ومش بالمدينة بنفس الوقت شو اللي تغير فيك شو اللي تغير بالناس وبالأمكنة بهال بهالعمر الأمكنة أنا بقلفها أكتر ما بقلف الناس بعدني عم قولي يعني بحب بيروت صارت مدينتي جوازت من المدينة أولادي بيرتي عشت فترة زمنية طاولة بالغريزة بعدني بحن لضايعت مثل كل الحيوانات التي تعود إلى المنشأ تبعها إلى المركز الولادي تبعها وقلت كمان بالأول أنه يعني يؤسفني ويحزوا في نفسي أنه لوين رايح البشري ولوين رايح الإنسانية والطمع عم يقتل للإنسان أستاذ رفيق بعد اجتياح الإسرائيلي الأول لجنوب لبنان بـ 78 غدرت حضرتك قريتك يحمر شقيف بجنوب لبنان ونزلت على بيروت حامل معك شوية أغراض من ضمنهم سراج أنديل كاز مش هيك نمره أربعة نمره أربعة يعني مشاهدينا الكرام بيعرفوا السراج خصوصا أبناء الريف بعضوا بضوي السراج والله يعني كيف بيقولوا أنه حافظوا برموش العين أنه في مكان ما في المطبخ في زاوية ما هو مش حيال سراج سراج أنديل بالنسبة لأخوة العرب هو هذا نمره أربعة وشكله حلو من هين البرسلان بيجي هيك من فوق وبعدين هيك ثم يتسع من تحت مش من هيدور اللي تابع الأزاز نعم شيء أكابر يعني كان في تلك الفترة أنه يعني اللي عنده هيدا حالته متوسطة فأنا لما جيت إلى المدينة هربت جبت شغلتان يعني شوف جبت غطا وسراج وسراج ربما الغطا من شان الدفق والأمان وشي من ريحة البيت وسراج من شان جبت معي الطفولة ودلالة إلى النور يمكن أنه يضل يضويلك من جواتك أو ينير طريقك الداخلية والخارجية وهذا يعني هذا فحوة سؤالي من هون إذا صار لك تقول كلمة لصديق استلهمت منه يعني بمصرحية الجرس كتير هيك مشاهد وأستاذ رياضيات علمك باعتقد الراحل محسن على اللايق شو بتقوله ومن خلاله لأهل ضاعتك يا حمر الشقيف والله أنا بقول له مثل ما قلت له يمكن بالمسرحية الجرس أنه هو الأستاذ محسن أنا استلهمت منه شخصية الأستاذ خليل هذا المثقف العضوي إذا بدك بمجتمعه واللي كان يحلم هو بمعلم مدرسة عمل معلم مدرسة بس كان عنده طموحات كبيرة بده يعمل ظابطه بده يقلبه النظام كل هذا ورد في مسرحية الجرس فمتل ما قلت له بآخر المسرحية أنه مين بده يحمل الجرس ودأ قدام الترشيات لحتى أصرخ وتجاوب الوديان هو هو أنا بعتقد أنه يعني للأسف الشديد أنه مشكلتنا بهذا الربيع العربي اللي صار أنه ما عنا كراز كراز هو التايس اللي بيقود المواشي بمعنى ما عنا فكر وما عنا قيادة لو كان عنا فكر ولو كان عنا قيادة أعتقد بمعنى ثورات ما عنده مشروع ما عنده مشروع لا يمكن أن يكون هناك ثورة بدون فكر ولا يمكن أن يكون هناك فكر يترجم إلى ثورة بدون قائد ترميل هكذا تحولت الثورات إلى نوع من الرد يعني استولوا عليها المتطرفين وسرقوها صار في فوضى خلاقة واكتشفنا أنه كوندوليزا رايس يعني واضحة بكلامة كانت قالت فوضى خلاقة وشرق أوسط جديد فوضى خلاقة من أجل شرق أوسط جديد لكن للأسف الشديد أنه ما حدا عارف أنه شو جاي بالدور كلهم إذا كان هذا هو يعني البلان الأساسي لهذه الفوضى الخلاقة هي شرق أوسط جديد فكيف بدنا نقابلها وكيف بدنا نوقف بطريقة يعني لنحمي أنفسنا لأكتر والأقل السيد رفيق عندي بعض كان مجموعة كبيرة من الأسئلة بس من أجلها إلى لقاء آخر إن شاء الله معك خصوصا يعني إلى علاقة أكتر بالمسرح ليش حضرتك يعني مصر أنك كنت مؤلف وممثل ومخرج بالوقت نفسه خليها لأسئلة إذا بدك بجاوب بغنى يعني ماشي أنا قلت لك أنا بعمل مسرحية لأقلي فمثل المطرب اللي بيعزف على الآلة بيركب كلام بيركب بيركب بس مش أكتر هيك واحد بيعمل غنية يعني بيكتب الكلمات وبيلحنها وبغنيها مثل حدا يعني على البيانو بيغني أنا بعمل مسرح هيك قبل ما أشكرك بدي أذكر مشاهدينا الكرام أنه مصرحيتك جديد وحشي رح تتقدم على مصرح كازم لبنان ليلتين بستة وسبعة آذار بتمنى من المشاهدينا أنه يعني يشوفوها لأنا تستحق وأكيد رح يستمتعوا بشكرك كتير أنك شرفت بيت القصيد وبيشكر فريق العمل ومشاهدينا وبتركك مع هذا الموالي اللي بعلبك الحلو اللي قلتلي إياه بالروضة أنا بمسرحية هايدي الأخيرة بقول أنه أمي كانت تحديلة وكل الأغاني اللي كانت تغنيليها حزن وبعدين بطل التقلب معي عفرح وهو فعلا يعني أنه أنا تاريخي وتاريخها كأنه نحنا جينا من جنوب لبنان ودايما فيه هذا الخوف وهذا القلق أنه على وجودنا يعني مش على من العدو الإسرائيلي فإيه ما قعدت تقلبه وبصورت استمتع بهذا الحزن يعني والله إلي مثل ما بيقول جبران أنه هذا الحزن الداخلي اللي عندي أنا ما ببيعه بكل فرح العالم لأنه نوع ما أنا بسميه شجن مثمر كيف فيه شجر مثمر فيه شجن مثمر شجن مثمر هلوي هذا هي فهذه الغنية قلوها بقلق بيعتبه أهل الجنوب إنه ليش عم بيقول بعلبك ما عم بيقول لا ما كل مسرحك عن أهل الجنوب معلي وشو جنوب وشو بعلبك مش آسمين مع أنه نحنا مش كتير من يعني نحنا ولي بعلبكي خبرك خبرية حط إنه أهل الجنوب مساء أمة كبيرة بالعمر كانت فإجوا قالوا لأ أنه بنته لأ محمد إجاها عريس قالتلون عال مبروك من أنه هو قالوا لأ منم بعلبك فقالتلون هي منم عالبي وقطيعها شون قطعوا اللبنانية مع كل الاحترام لأهالي بعلبك طبعا لا أنه هيدا طلاطف يعني ما بيعرف البعلبكي وهيدا للموال نعم هي بيقوله بالأول يمسيك بالخير قال يمسيك بالخير يا عود الأنا يا روح يلي أميسك على جسمك يرد الروح قالوا انطال هجرك علي لك تبوع لح لا علم الطير يبكي والحمام ينوك اشتركوا في القناة شكرا